المتكد روسيا تتعافى من تدعيات جائحة كورونا حتى دخلت في موجة تصعيد سياسي واقتصادي وأمني مع الغرب 21 فبراير بوتين يعترف باستقلال لوغانسك ودانيتسك ثلاثة أيام بعدها فقط يطلق حربا في ثوب عملية عسكرية تهدف حسب قوله لحماية دنباس واشتثاث النازية والثاني أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى الناتو أدركت روسيا منذ اللحظة الأولى أن حلف الناتو قام باستثمار عسكري وإجيو سياسي واسع في أوكرانيا مما اضطرها إلى البدء بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا من أجل تحقيق أهداف تكتيكية تتمثل في نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يسهل فقط عملية نقل الحبوب الأوكرانية دون الوصول إلى تفاهمات لإرساء السلام روسيا وأوكرانيا توصلتا إلى ما يسمى باتفاق الحبوب برعاية أممية تركية إلا أن الأخير يحظى بانتقادات روسية كونه لم يتم تنفيذ جميع البنود وأن المستفيد الأكبر منه هو الدول الغربية شرارة الحرب الروسية الأوكرانية تجاوزت رقعتها الجغرافية السادس والعشرين من سبتمبر مياه بحر البلطيق تختلط بالغاز الروسي بعد تفجير شهدته أنبيب السيل الشمالي موسكو سارعت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى كييف والغرب ورفعت من وتيرة تجسيد أهدافها ففي الثلاثين من شهر سبتمبر بوتين ضم جمهوريتي لوجانسك ودانيتسك ومقاطعتي زاباروجيا وخيرسون إلى قوام روسيا الاتحادية رد الغرب على خطوة الكريملين بسلسلة عقوبات اقتصادية ودعم عسكري لأوكرانيا شجع كييف على توجيه ضربة لجسر القرام تطور دفع روسيا لإمطار البنية التحتية الأوكرانية بالسواريخ والمسيرات الانتحارية في منعرج يعد الأخطر في مسار العمليات القتالية بين روسيا وأوكرانيا أطلق بوتين مطلع عام 2022 ما وصفه بالعملية العسكرية في أوكرانيا بهدف حماية الدنباس وإبعاد النيتو عن الحدود الروسية لكن سرعان ما تحولت هذه العملية إلى ما يشبه الحرب بالوكالة بين روسيا والقوى الغربية حرب يجمع الخبراء اللا منتصرة فيها يوسف بيقار الغد موسكو موسيقى